اشتركوا في القناة او مساحة لاي تأجيلات الا في حالة انه فيه ظرف قهري يمنع اقامة المباراة في معادة منتخبنا الوليمبي بقيادة كابتن شاوئي غريب كان عنده ماتش كابتن شاوئي كان شايفه مهم جدا في التوقيت يعني احنا تابعنا منتخبنا مع كوريا ومع البرازيل واللي حقيقة طب مننا عليه الى حد كبير خصوصا في ماتش برازيل مواجهة من العارة تقيل وبتلعب مع برازيل دايما مصنفة ومرشحة اللي فوص بقية بطولة وبتكسبها اتنين واحد كان كابتن شاوئي عامل حسابه ان احنا هنلعب اليابان في اليابان وكمان كان لطيف في الموضوع انه اليابان هي اللي مقدمها العرض وهتتحمل كافة تكاليف المواجهة صفر اقامة كل شيء لكن طبعا المواجهة دي غالبا او يعني هو بالفعل هي مش هتتم ويمكن ده اثر بشكل كبير على برنامج استعداد كابتن شاوئي غريب للمباراة وهو كان ليه لقاء الحقيقة مع مازل مرزور رئيس لجنة المسابقات وتكلم معي انه الوضع صعب جدا وصعب يبقى فيه اي تجمع للمنتخبات برا الاجندة الدولية عشان كده عنصر الوقت وبرنامج المنتخب الأوليمبي مضوط جدا وده اللي عبر عنه كابتن شاوئي بس انا شايف برضو من ناحية تانية انه معظم عناصر المنتخب الأوليمبي النهاردة بقت اساسية في فرقها واعتقد ده بشكل كبير ودخولهم مطشاط ولعبهم ومشاركتهم بشكل اساسي مع انديتهم هيساهم بشكل كبير جدا في رفع مستويهم او على قل تقدير الحفاظ عليه وده بالتأكيد بيصبوا في مصلحة منتخبنا الأوليمبي كمان قال كابتن شاوئي غريب انه هو يا احمد يعني ما اعلنش الحد دلوقتي على الثلاثي فوق السن اللي هو ممكن يضمهم للمنتخب الأوليمبي وقال انه هو اعلن بس عن رغبته في ضم محمد صلاح لكن عارف انه ده الموضوع ممكن يكون صعب جدا خصوصا انه محمد صلاح يبقى فيه فترة اعداد لموراية الدوري الانجليزي وهيبقى اصلا كده كده فيه هيسيب الردز في منتصف الموسم علشان بطولة أفريقيا تهالي منتخب الأوليمبي كان عامل بطولة رائعة وانا حضرت المباراة النهائية يا احمد وبجد حاجة تشرف جدا يستهلوا انهم يكونوا في احسن حالتهم في الأوليمبيكس دي مصر اعتقد بالفريق ده يعني انا كمشجع او كمتابع عندي طموح انه المنتخب ده خصوصا مع كابتن شاوي يعني كابتن شاوي في الشباب والأوليمبي عنده قدر على قيادة فرقنا بشكل نجح وليه قبل كده يعني اكتر من سابقة قدر يحقق فيها مراكز سواء كاس عالم او بطولة افريقيا شباب فاعتقد ان شاء الله المنتخب ده مرشح انه يجب لنا ماداليا ان شاء الله في أوليمبيكس توكيو لو اقيمت طبعا في معداخ